السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وأبناتي طلبة طالبات الصف الأول السنوي إن شاء الله نبدأ معكم مراجعات همة جدا في الكيمياء لأولى سنوي انتظروا بمراجعات يوميا أو يوم بعد يوم الفترة الجاية حل مسائل شرح بعض النقاط الهمة في الكيمياء حاجات مهمة جدا نحاول نفتقرها مع بعض ونحلها مع بعض يعني النهار ده مثلا هناخد مسائلتين تلاتة كده من ضمنها مسائل مطلوبة بالاسم بالنسبة لليوتيوب قبل ما نبدأ إن شاء الله ما أذكركم وأفكركم إن اللي مشاركش معنا يشترك يضغط على الجرس نحاول نشوف الفيديوهات للآخر ما نبصة كده نقوم ماشين لإنه بقى فيه أفكار حلوة يعني حتى إنك إنت أخدت مسألة ومشيت لا فيه مسائل تانية بتبقى قوية وحلوة وفيه أفكار حلوة بإذن الله نضغط على الجرس نشترك في القناة ونضغط على الكل عشان يوصل لكم كل جديد ونشارك الفيديوهات بجدية عشان نفعل بس القناة شوية وتدعم بإذن الله بفضل من الله أولا ثم بمشاركتكم معنا ونشير الفيديوهات لزمان نبدأ على طول كده إن شاء الله لو جاء قال لي احسب النسبة المقوية لكل عنصر لكل عنصر في نطرات الأمونيوم دي مسألة مشهورة جدا 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 وتطلب كتير ممكن ما يطلبش مني لكل عنصر بس نعملها لكل عنصر عشان ايه تبقى سهلة معنا شوي خلاص لو طلب مني طبعا بعمل لي بانقصان كده لازم النيتروجين بيستور بعتاشر دي الأعداد الكتالية بتاعتها وعند الاكسوجين ستاشر خلاص وعند ايه النيتروجين والأكسوجين ولا هيدروجين الهيدروجين واحد الكلام ده مهم جدا في نطرات الأمونيوم ونبدأ بسرعة عشان ما نضيعش وقت ايه هو القانون يا مستور اولا القانون النسبة المقوية اللي هكتبه بقى الايه الاساسية النسبة المقوية الكتالية بنجيبها ازاي بتتساوي عدد زرات العنصر عدد زرات العنصر في المركب العطهولي خلاص في الكتلة الزرية بتاعت اللي عملها لك بنقصين في الكتلة الزرية اللي بنقول عليه العدد الكتالية على كتلة المول للمركب العطهول ما تنساش تضرف في مية لان في ناس يقولك النسبة مقوية يبقى مية في المية بره وخلاص لا لازم يضرف فوق في البسط ايه في مية نبدأ بقى على طول عشان الوقت هقول النسبة المقوية طبعا قبل ما جيب حاجة انا عندي نطرات الامونيوم الـ H4 الـ N-O3 نجيبها ازاي الصيغة على طول صيغة بتاع صيغة بنائية او صيغة جزائية على طول يعني النطرات الـ H3 الامونيوم الـ H4 زي ما انت عارفين دي قحادي وده قحادي خلاص تبلاقي مستر دي مجموعة زرية احنا عارفين المجموعة الزرية على اليمين مش على الشمال لانها مجموعة موجبة ما تنسوش دي موجبة طيبا احنا عاوزين نجيب واحد مول الاول احنا ما جيبناش واحد مول واحد مول من نطرات الامونيوم تبقى جيبها ازاي يا مستر سهلة جدا بنجيبها وعارفين هنقول 3 في 16 ازاي جات من ايه 3 زرات اكسوجين في 16 اللي وعطها لي زائد كم زرات نيتروجين عشان نحتصر اتنين في النيتروجين كام 14 الناس اللي مذاكرتش كيميا من اول السنة نبدأ مع بعض الوقت هون شاء الله مع بعض 4 في 1 خلاص واذن الله يوميا نحاول ننزل مراجعات كيميا فيزياء احياء ونكسف الموضوع النهاردة عشان امتحان الاحياء بتاع بكرة باذن الله خلاص بيساوي 3 في 16 بـ 48 زائد 28 وعشرين زائد اربعة هتساوي كام ادي كده 16 وعشرين اه تماني تمانين جرام تمانين جرام طبعا طالب هيقول بالقلق حسب اه ما فيش مشكلة احسب بالقلق حسب نبدأ شغلنا بقى النسبة المقاوية لأي عنصر يعجبني يعني اي مصطر انت عندنا اي عنصر موجودة اهي ابدأ بأي حاجة ابدأ بالاكسوجين نبدأ بالاكسوجين نسبة المقاوية للأكسوجين يلا نطبق القانون اللي فوق ونشتغل على طول عدد زرات الأكسوجين كام 3 في 16 تمام انا بقول الكلام ده ليه لان انا ايه لك الشرط عدد زرات الأنصر في المركب اهو 3 في الكتلة الزرية بتاعته اللي عملها لي اهو في 100 ما تنساش هتقول للمية خلاها بره هي هي كده حسن لعشان ما نساش على 80 اتفضل على حسبة ومن غير على حسبة صفر مع صفر على 8 فال 1 على 8 فال 2 على 2 في 3 بكام ب6 يبقى 60 ايه في المية طيب يلا النسبة المقاوية للنيتروجين اي حاجة المهمة لازم التوتل يبقى ايه المجموعة في الاخر 100% تعالوا كده النيتروجين النسبة المقاوية النيتروجين كام كم زرة نيتروجين اول اتنين في الكتلة الزرية بتاعتها 14 في 100 ما تنسوش اهو على 80 يلا نختصر صفر مع صفر على 2 فال 1 على 2 فال 4 على 2 فال 2 على 2 فال 7 يبقى كام 70 70 على 2 يستوي 35% يا مصطر بالقالة ماشي اشتغل بالقالة ماشي تعالوا بقى الاخيرة النسبة المقاوية المين للهيدروجين خليك ناصح وخليك نصحة كده لازم بصوا كده 60 و35 95 بقى كام من 100% 5% لو ما طلقش كده بقى احنا بنحل غلط نشوف الهيدروجين 4 كتلة الزرية بتاعته بواحد ملاحظين ان انا يعني ايه بزود رتم شوية عشان ايه بس الوقت يبقى 4 في 1 في 100 وتنسوش على من على 80 زي كل مرة كل مرة نقسم على التمانية اختصر 0 مع 0 تمام على الاربع فالواحد على الاربع فالاتنين يبقى 10 على الاتنين فيها الخمسة يبقى انت كده وانت كده في التمام يعني النسبة 100% مسألة جميلة ويعني فيها فكرة حلو تعالوا بقى كده نشوف مسألة مطلوبة وكذا طالب وكذا طالبة طلبوها على اليوتيوب المسألة دي في كتاب الامتحان صفحة 122 طبعا دي المسائل المهمة وانا صحيح اضخرت في الرد بس مش عشان حاجة ونخلي اسلوبنا حالو وراك شوية يا مستر انت مردتش ليه ما بتردش ليه وانت مش عارف تحل المسألة يا مستر ده كلام بصراحة غلط وعيب عيب يا طلبة أولى سنوي خلاص مستر بص وشاف وقال حاضر وطيب ونشغل بحاجة تانية عيب الاسلوب دي عيب احنا في حاجة اسمها تربية وتعليم للأسف التعليم يا كادي هنقرد هنخلي التربية كمان تروح يعني خليها حاجة واحدة فيهم موجود فمعليش يعني كده تانى مرة خلي الاسلوب حلو رد يا اساس مش عايز ترد ليه فيه ايه هو الاساس قعد عشان اه انا كتبت رقم الواتس وقلنا فيه منعقشات ونشوف بس المسطر مفضاش ايه المشكلة بفضل من ربنا شغال في جمال مراح وده مشكلة مشكلة عيبق علي فهننخلي اسلوبنا احسن المسطر مردش ايه المشكلة بسرعة المسطر المسطر عطاهالي ولازم من الوقتها حلها فيه ايه طب المسطر بتاعك حلها لك قوله حلها لك مش فهم لكن الاسلوب ده سيء اسلوب سيء بس واحدة زميلتي جايبها لي وعاوز احلها لوقتها هوت اصلا هابقى وحشة قدامها وقدام ايه لا ماينفعش بلاش الاسلوب دي انا هزيل نتعلم من اجل العلام عشان ربنا يبارك في العلم خلاص نبدأ المسألة عشان الوقت نقراها عشان نشيل الكتاب ونبدأ نحلها قام ده احتراق خمسين مول انا سيبها لكوا هوت واللي ما عندوش الكتاب لان فيه ناس كتير ما اشتريتش كتب للأسف يعني المسألة قدامكم اللي عاوز نقلها سيبها لكوا دي ايه هي قدامكم في الصورة ونبدأ نحلها مع بعض وبالراحة خالص وبيدوء عشان نفهم هو عاوز يقول ايه في المسألة نبدأ على طول يلا واسيب الكتاب حتى وحلها والكتاب محطوط بص يا جماعة مسألة باختصار اهي الكاميرا بس ازبطها عشان يبقى فيه مجال للورقة نحل معها يلا بسم الله الرحمن الرحيم نفهم المسألة كلا مع بعض عند احتراق خمسين مول من الهايدرو كربون عاطينا هيدرو كربون معمول بصورة معينة يعني ايه معمول بصورة معينة عامل لسي اكس واتش واي ده مركب هيدرو كربون بقول لإحتراق كلمة احتراق يعني في جو من الأكسوجين وساهم وحرارة شرط المعادلة اي احتراق اي مركب عضوي قاعد عائلنا في الفيديوهات اللي شرحين فيها في ساني اكسيد كربون وبخار مية تمام يبقى الناتج ده لازم كده واحنا مغمضين يعني يا مصدر يعني نحفظ القاعدة دي طبعا عشان هتفيدنا في ثلثة سنة وكمان شو يقول لها سنة وبس اي احتراق لاي مركب عضوي لازم ينتج ايه ساني اكسيد كربون وايه ومي بالراحة كده وبهدوبة يا مصدر كده كده علي تمام عند احتراق خمسين ميلي من الهايدرو كربون سي اكس اتشوال في وفرة من الاكسجين او مشاطب على اوه توم يبقى الحوار ما بين المركب العضوي والناتجين اللي طالعين طيب في وفرة من غاز الاكسجين يتكون ميتين ميلي من غاز ساني اكسيد الكربون تمام هنشوف هنعوض ازاي الوقت حالة وميتين وخمسين ميلي من بخار المي عند الستي بي اللي هو الضغط والاي درجة الحرارة في الزمن والقياس بتاعنا ما الصيغة الجزئية لهذا الهايدرو كربون وعطيني اختيارة خلاص طالب مني اختيارة المسألة هسيبها كده ونبدأ نحل بقى نقوم اسمين الصفحة كده بالنص ليه اسمينها بالنص ليه هنعوزين نشوف ايه الموضوع بقى هنا وبالراحة وبهدوب اولا عمل لي سي اكس خلاص وي اتش واي هنجيب مرة سي اكس واتش واي مرة مع سانوكسير كربون ومرة مع مين مع المي قبل ما نعمل كده نبص على المعادلة سي اكس يبقى حط اكس قدام الايه كربون كلمة اكس يعني عدد مولات اهو طيب الاتش هنا اتش واي طيب هنا اتنين اتش يبقى ما تنفعش كده لا تنفع بس اقول نص واي او اكتب واي على اتنين تانية مستر اضرب كده اتنين في اتنين يعني اختص الاتنين مع الاتنين هتبقى ايه واي قدام الاتش احنا محتاجين الاتش هنا ولنجدعه بالقهو الوقت يبقى هنا انا حطيت اكس بس ليه لانه زر الكربون واحد وهنا ايه اكس عدد مولات واحد طيب هنا عدد مولات واحد وكان هنا اتش تو يبقى بعمل نص واي خلاص انا بس عشان ايه ما زنقش الخط المفروض اعمل نص واي كده فنص واي عندي عشان اضربها في الاتش تو هتطلع الواي زي ما هو عمل هال طيب نبدأ بقى شوالين مرة هنشتغل سي اكس اتش واي مع مين مع الواي على الاتنين اتش تو او تمام طيب وهنا سي اكس برضو اتش واي مع مين مع الاكس سي او تو عايزين نجيب الاكس والواي بقى وبالراحة خلاصه بيدو تمام انا عندي بنتكلم في حجوم خلاص كلمة حجوم في الكيمية يعني ايه يعني اقول اتنين وعشرين اتنين وعشرين واربعة من عشر لتر من هذا المركب العضوي بديني اكس بديني اكس خلاص اتنين وعشرين واربعة من عشر لتر طيب انت عملت ايه مع السطر الاولاني دايما بنعمله يا اما حجوم يا اما كتلة مولية يا اما جرامات يا اما مولات طب هنا باللتر عشان حجوم طيب عاطيني قد ايه هنا كم ملي عاطيني بيقول لي خمسين ملي من المركب يبقى خمسين هقسم على الألف لا يا مصدر هقسم على الألف علشان عوزها باللتر خلاص يبقى الوقت انهوت هقسم على ألف وسبنا من الاختصارات الوقت خلاص يبقى خمسين على الألف طب ما هو عاطيني هنا سنوكسيد الكربون بيقول لي كام تمام يبقى سماع الألف برضو عشان يطلع لي باللتر اهو خلاص احب خلص زيت نخلصها قبل ما نعمل ايه ضرب تبادل يبقى في الحالة دهيت ما زلنا عايزين اكس افتكروا ان احنا عايزين اكس دي طب ما نختصرها نختصر زيرو مع زيرو يبقى ايه خمسة من مية خمسة من مية خلاص لتر مع اختصر اتنين زيرو يبقى اتنين من عشرة لتر يريد نركز في المسألة خلاص يبقى لو عملنا ضرب تبادلي اقدر اجيب اكس كده الوقت اقدر اجيب اكس اه اكس هيت تساوي ال اكس مضروبه في ايه ال اكس مضروبه في خمسة من مية يبقى انا هو زيرو بوينت زيرو خمس اهو ال اكس مضروبه في ايه خمسة من مية طب هنا هنضرب ايه اتنين وعشرين واربع من عشرة خلاص مضروبه في ايه في زيرو بوينت اتنين تمام بالقل الحسبة نختصرها هنلاقيها طلعت كام اكس هتساوي اربع ايه مول يبقى الاكس هنا عندي اربع مول يبقى احنا لو بصنا هنا هو هل فيه زرات كربون هنا اربعة اه فيه سي ويه دي فيه اربعة وده اربعة اذا ان نشوف فاله هيدروجين هيطلع كام بنفس الطريقة لو فهمنا دهية دي سهلة جدا معنا يلا نبدأ احنا اتفقنا بنبدأ انها حجوم قصد بعضها تمام يبقى الوقت انها اتنين وعشرين واربع من عشرة لتر خلاص يبقى الجزئية الخاصة بايه بايه الحجم هنا طيب بتدينا قد ايه هنا اوعى تنسى نص واي خلاص يبقى نص واي خلاص مضروبه في ايه مضروبه في اللي اتنين وعشرين اعملها ضوت بقى اتنين وعشرين اربعة من عشر لتر ايه حكي الضوت او نقطة لما يكون فيه اكس واي وكلام ده منفعش اعمل اكس علامة فيه هنا يعني خلي فيه برضو ايه تكة زكاء كده ضيارة تمام هو الاستاذ ايه اللي هنا اتفقنا خمسين ملي يبقى برضو عشان ايه منضيق بصهم اهي بالزابط زي تاني خمسين على الف عشان ما نقولش المصدر خليفة ليه طيب هنا الداني المراض ايه الداني متين ملي لا الداني متين وخمسين ملي ركزوا في الحتة التانية دي متين وخمسين ملي خلاص من بخار المي متين وخمسين ملي من بخار الماء. يبقى هنا قصد المتين هتبقى متين وخمسين. بس سمع على الف برضو. تمام. لتر. نختصر. خدوا بالكم اعمل اللي تنزل بعض الوقت. المرة دي انا عايز واي. وافتكر ان الواي مضروبة في نص. خلاص. عشان ما ننسهاش بدل ما نسيبها بره. يلا نختصر زيرو مع زيرو. زيرو مع زيرو. هنا هو معروف ان هي خمسة. من مية زي دي بالزبط. مع هنا خمسة وعشرين ايه? اسم خمسة وعشرين على مية. يبقى زيرو اللي هي خمسة وعشرين ايه من مية. تمام. لتر. اضرب بقى كده ضرب بتبادلي. وركز ان نص واي. اعملها فوق عشان ما نتلخبطش. نص واي. اهي. مضروبة في ايه? مضروبة في خمسة. في. بلاش كده? يبقى احنا عاوزين الواي. خلاص? يبقى الواي. على اتنين زي ما نعملها كده اهو. هتساوي شرطة كسر. شرطة كسر. الواي. او نص واي. مضروبة في ايه? زيرو بوينت زيرو وخمسة زي التانية بالزبط. يبقى المقام زي المقام. تمام? الاختلاف هنا المرة دي اتنين وعشرين واربعة من عشرة. اتنين وعشرين واربعة من عشرة. مضروبة في ايه يا شباب ويابنات? زيرو بوينت ضت. خلاص? او نعملها فيه مش مشكلة زي التانية اهي. زيرو بوينت اتنين خمس. تمام. الى حسبة نطلعها الواي. هتطلع لي الواي بالالة الحسبة. نحسب. هتساوي عشرة مول. ركزوا بقى معايا كده. كان في اختيارات. قلني يا سي يا دي اللي صح. ايهما الوقتي انا عند الواي طلعت بكيان بعشرة. ويهي اللي باربعة. يبقى الصغر اللي طلعها هتطلع لي سي اربعة اتش كام عشرة. وده الناتج اللي طاله. ومسألة جميلة وحلوة. وتستاهل الناس اللي كانت طلبة تحلها وعاوزة تفهم. اه مش هطول عليكم اكتر من كده. هما مسألتين صحيح. بس فيهم افكار حلوة. المسألة الاولية افكركم فيها بسرعة. الاولية هي مسألتين قسط بعدهم. عشان هسبتها لكم يبقى دي رقم واحد وده رقم ايه? اتنين. خلاص. يبقى المسألة رقم اتنين ده هي في الكتاب صفحة مية اتنين وعشرين. عشان اللي عايز يجيب رأس المسألة قبل ما يحله. ونبص فيها وفيها فكرة حلو. طبعا ده هتفيد بتوع الازهر ابناء انا في الخارج. وممكن تيجي في التربية والتعليم. لان التربية والتعليم بيفكروا اه اختار يعني ايه نهبت او نفكر كده وننشن وخلاص. لا ما هي دي مسألة اختيارية هي. يعني دي الاجابة بتاعتها حرف دي في المسألة. ما هي دي اختياري. بس خدت مننا خمس دقايق او سبع دقايق او عشر دقايق. فالناس ما تقولش مقالة ولا مش مقالة. نفهم المناهج ونذاكر يا جماعة عشان ربنا يهدنا كده. ونبقى كويسين والايام تعدى على خير. خلاص. يبقى تاني اهو ونفهمها يا جماعة ونشوفها اكتر من مرة. نشوفها اكتر من مرة. خلاص. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة الضمياط الجديدة. الى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة التانية برضو سيبها لكو هي شوى زهارين. نبص عليها. ونفكر فيها لانها بصراحة مسألة حلوة وفاة فكرة. الى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.